استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس لجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط دافيد تيزانو الذي حل بالجزائر للإطلاع على سير التحذيرات لهذا الحدى واجرى الاستقبال بحضور مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاك وكذا محافظة الألعاب المتوسطية في وهران محمد عزيز درواز اشتركوا في القناة